شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية للحدث الذي نظمته مؤسسة فارن فاليسي الأمريكية حول تشجيع القطع الخاص على المشاركة في العمل المناخي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي يعيشها العالم وذلك خلال فعليات اجتماعات ربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن وشهدت الجلسة النقاشية تسليط الضوء على دور الحكومات وشركات الخاصة والمنظمات الدولية في الوفاء بالتعهدات العالمية التي تم الالتزام بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ وكيف ستدعم الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة جدول العمل المناخي والجهود المطلوبة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050